خليني أرجع للسوتشي أستاذ أنديل مرة أخرى ويمكن حدثتك في بداية حديثك تكلمت عن لقاء بوتن نعم وأرتغان والاتفاق الجديد المتعلقة بشمال شرقية سوريا وإلا حصل حدثتها بعتذر فاكس يعني شوفي لما من المظاهر الرمزية لتغير العالم أن سوتشي دي في الأصل منتجع ومن دين كده تحولت إلى رمز سياسي عظيم الأسر أعظم من نيويورك حيث بنية الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية التانية واستضافتها أمريكا وهي أصبحت هي مفتاح شفري للعالم الجديد يعني في منطقتنا بالذات اللي احنا بيسموها هم الناس بره منطقة الشرق الأوسط واحنا بيسموها المنطقة العربية هم بيسمونا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دائما في البنك الدولي في صندوق وفي كذا وكذا احنا اسمينا المنطقة العربية ده فاصل احنا اسمينا المنطقة العربية وفي دول جوار إقليمي زي تركيا وإيران والسيوبي طيب سوتشي على عادتها اللي هي أسيسة الأسيتانا بعد كده ووصولا لللجنة الدستورية في سوريا والتي لم توقع بعد ها ها وانت عندك ما اسمي الغزو التركي نعم انت شهدت على مدى أسبوعين شيء بيؤكد الحقائق الجديدة في العالم روسيا لها النصيب الأكبر في الكعكة السورية الآن ما اسميته أنا الانتذاب الروسي في انتذاب متعدد الجنسيات في سوريا نتيجة الحرب الكافرة بكل معيار التي دارت وأطاحت هدمت الحجر والزرع والبشر وكذا لكن الوضع القائم ان روسيا رقم واحد في سوريا ورقم واحد ازاي بالوقاع على الأرض بالحقائق على الأرض اتنين ان سياسة الرئيس بوتين هي سياسة الأزكى بامتياز مقابل الحطل الذي تتسم به سياسة الأمريكية في هذه الولايات على طريقة انت أحمق ثم انت رائع وعظيم وبتاع يعني هو قاعد يوزع أوصاف مجانية من فرط تكرارها ومن فرط تنقضها بتحسب ان انت يعني عيل تاهي أولاد الحلال هو مش عارف هو عاوز ايه بالزبط ففعلا دي مشكلة أمريكا في الشرق الأوسط أمريكا تنسحب تاريخيا من المنطقة وطبعا عند صناع السياسة الأمريكية هذا مذهب قديم هي تريد ان تركز على منطقة الشرق الأخصى حيث الصعود الصيني أو تنقل اهتمامها لأنه ما عادش لها اهتمام بالبترول أمريكا دولة منتجة للبترول دلوقتي وفكرة النفط الصخري وكذا دمرت فكرة اهتمامها القديم ببترول الخليج لم يعود لها في المنطقة غير رفيق وأخ واحد بس وحي التوأم هو إسرائيل بعد ذلك الموضوع يروح على طريقة ترامب كده وهو كان تلقائي جدا قال بقى يتفع عنهم أمريكا روسيا نابليون بونابارت لأي حد ما ليش علاقة أنا بالموضوع ده فروسيا أنا قلت في التعليقات منذ بدء الغزو التركي أن في النهاية الجكر هيقش في النهاية الجكر الروسي يعني التاركة تركية هو حريص على العلاقة الجديدة الإيجابية مع تركيا بوتين لفصلها عن موضحها تاريخ الجزء من حلف الأطلنطي لأن حلف الأطلنطي كان ممتد أن تركيا لحصار للتحاد السوفيت القديم نعم اللي كانوا يسمونه استطر حديدي هاولي للتحاد السوفيت وهو حريص في ذات الوقت على أن يواصل دوره كراع أساسي للنظام السوري نظام بشار الأسد فهو ترك روسيا أصلي تركيا تدخل ثم ترك أمريكا تنسحب لأن ده هدف جوهري بالنسبة له يعبر عنه بوتين في العادة بيقول أنه كل قوة دخلت إلى الأراضي السورية بدون موافقة الحكومة السورية فهي قوة عدوان نعم غير مطلوب وأبرزها القوة الأمريكية فالقوة الأمريكية نسحبت آخر كلام إنبارح أنها ستظل موجود بعدد محدود من المنود في قاعدة اسمها التنف نعم مجاورة للأردن نعم مش مجاورة لتركيا نعم وقال يعني مش عارف التمانية عشرين جند هيحموا عبار النفط والتعادة طبعا هذا هازل بلا نهاية فالله حصل أنه حانت لبوتين فرصة لأن يؤكد جدارته آآ يعني الرئيس فرنسواء أولاند اللي هو رئيس الفرنسواء السابق له تصريح اليوم بيقول فيه باسم الغرب يعني أنه لقد انتصر في سوريا كل من أردنا أن ينهزمه كل اللي كنا عاوزينه من ينهزمه انتصر إيران كنا عاوزينها أن ينهزم انتصرت آآ بشار الأسد كنا عاوزينه أن ينهزم انتصر روسيا يعني كل اللي إحنا كنا عاوزينه أن ينهزم انتصره في الأخير دي المفرقة المعادلة تغييره تماما فهم مش هديني ده هما يتحركون في عالم قديم اللي هو كان فيه فكرة القوى الأمريكية فعالة لما تريد نعم خلاص انتهى هذا الموضوع طوية هذه الصفحة فهي فعالة مش فقط قويتها أنا قلت تحاولت لقوة عظمة مش القوة العظمة فهنا روسيا في سوتي كان أمريكا تتوصلت لاتفاق اللي هو فكرة أن القوات الكردية اللي هي قوات سوريا الديمقراطية تنسحك إلى مدى عشرين ميلا يعني اثنين وثلاثين كيلومترا وإنها تترك القوات التركية لم ينص الاتفاق على سحب القوات التركية وكده فالله حصل أن روسيا تدخلت في الوقت المناسب جدا اللي هي اربعة وعشرين ساعة بعد اتفاق وإطلاق النار متفق عليه مع المايكين مايك بينس ومايك بومبيو دخلت روسيا على الخط وأقرت قاعدة جديدة وقاعدة جديدة تبدو متسقة أولا دي سوريا ودي أراضي سوريا فإذا انسحبت قوات سوريا الديمقراطية تدخل قوات السوريا وهذا تمكين جديد لقوات النظام السوري أو قوات بشار الأسد في شمال شرق السورية هي منطقة لم تدخلها قوات بشار الأسد أو قوات الجيش العربي السوري لأنه فيه كسر الجيوش دلوقتي وأسماء كثيرة إلى هذا المنطقة من ثماني سنوات أصلا فأقرت أنه فيه خمشتاشر نقطة مراقبة في الربعمية اربعة واربعين كيلومترا من شرق الفراط إلى الحدود السورية العراقية تنتشر فيها قوات حرس الحدود السورية وقوات سوريا الديمقراطية تدخل جوه وحقق هدفا مزدوجا هو فائدة أيضا لفكرة إعادة توحيد سوريا أنه فكرة النزعة الانفصالية عند الأكراد لم تعد من زاوية الجغرافيا والسيطرة المسلحة لم تعد أعمدتها قائمة خلاص يعني فكر كما تحب لكن هذا لا يمكن أقام اتنين أن شمال شرق سوريا وبعدين في نفس الوقت أرغمت تركيا على أن تعلن أن عملية المسمى نبع السلام انتهت خلاص بقى شيء معلق هو مصير القوات التركية اللي دخلت وأنا أظن أن بوتن والنظام السوري هو راعي الأساسي لنظام بشار الأسد سوف يصمم على أن القوات اللي أوقفت تطلق النرض القوات التركية وأتبحها من الإخوان وداعش والقعدة وأحراري الشرقية وجيش الوطني وجيش العرق إلى آخر الكلام ده كله سوف تنسحب ليه؟ لأنه في نفس اليوم ويجب أن نعي مغزى ذلك لأنه بوتن لم يصنع الاتفاق وهو قاعد على الترابيزة يعني كان يكون كل شيء جاهزا بشار الأسد لأول مرة من ثماني سنوات يظهر في إدلب نعم في قرية جنوب خان شيخون التي تحررت أخيرا ويتكلم عن معركة تحرير إدلب معركة تعريق إدلب من مين؟ من أتباع تركيا أتباع تركيا من جبهة النصر اللي هو فاتح الشام وغيرها فالتحول الجديد المفارقة اللي حصلت إنه أرادوا أن يقدموا من وحدة سوريا ومن مستقبلها فانقلب السحر على الساحر وتحول الأمر في نهايته لأنه النهايات هي اللي بتحدد نتائج الحروب المهم إن تحققت أي هدف من الحرب تركيا لم تحقق أي هدف من هذه الحرب عادة سوريا وعادة نظام السوري ونلاحظ إن شرق سوريا اللي هي 25% من مساحة سوريا هي منطقة بلغة الأهمية طبعا كل شبر من الأرض السورية مهم لسوريا كما أي بلد لكن كمان هذه المنطقة فيها أبار بترول وأبار غاز وفيها أكبر مزرعة في سوريا مزرعة أمح ومزرعة أطن فهي مهمة جدا في فكرة إعادة إعمار سوريا إعادة إعمار سوريا عشان تعمليه يحتاج إلى 250 على الأقل 250 مليار دولار فالموارد الداخلية السورية جزء هام جدا في فكرة إعادة إعمار سوريا واسترداد اعتبارها كدولة